انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد والتي ستجرى خلال أول ثلاثة أيام من شهر ديسمبر داخل مقر البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات تجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 صفار وقنصليا في 121 دولة حول العالم وتؤكد الهيئة أنه بحق كل أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء كان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية وذلك بواسطة بطاقة الرقم القومية أو جواز الصفر الساري المتضمن الرقم القومية وقد بدأت الهيئة بالفعل عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية